استقبل وزير الكهرباء وطاقة المتجددة محمد شاكر رئيسة مؤتمر الأطراف كاب 21 سيجولين رويال الذي عقد في باريس تعرفت رويال على تجربة المصرية والإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء المصرية في مجال خفض الانبعاثات والسعدادات مصر لاستضافة كاب 27 للمناخ أكد محمد شاكر أن قطاع الكهرباء يلقى دعم غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومية